موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم وتتبعينا معكم معلم زهير نتمنى من الله تكونوا بألف خير نتمنى للفيديو ورقاكم بكامل الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله عواش لكم مباركة للجميع نرحب بالناس اللي تحقوا بنا جداد ونتمنى لهم كذلك التوفيق والنجاح نرحب الجالية المغربية ديالنا المقيمة بجميع أكتر العالم اليوم إن شاء الله كما تشاهدوا الصورة ديالفيديو غادي نطبق أنا وياكم موديل ديالراندا تحت الطالب كنحتاجوا لخدمة ديالنا حرير ديال القصبة على أربعة ديال الشعرات كنبرموه بريم خفيف على جوج ديال الشعرات كما كتشوفو كنحتاجوا كذلك لإيبر النمرة السبعة اللي كنخدموه بهم مراندا عادتان على جوج شعرات كما كتشوفو هادو ما الهوابط ديالي ديال البياسة ديال القدام من بعد ما كنخليه الفتحة ديال العنق هنا أنا بنيت الغراز بنيت أربعة ديال الغراز وهبط معهم يعني جوج أسطر دكشي كي يبقى لاختيار ديالكم بالنسبة لات السامبل في البداية ممكن تخدموه أكثر يعني من هاتشي ممكن تخدموه بحال هاكا دبعا نبدوه على بركة الله بسم الله أول حاجة هادي ندير الدقة ديالتو هنخدم الغرزة الأولى هادي نخدم الغرزة الثانية هادي ننقذ الغرزة الثالثة هادي ناخذ هنا الغرزة الرابعة هندير الدقة ديالتو هنخدم الغرزة الأولى في هاتي العوينة يعني في الجانب جي لسقع مع هادي ديالتو نفس الشيء غدي نزيد الغرزة الثانية هنخدمك تشوفه ولكن لاحظوا معي مزيان هنا الخيط يعني هادي نتاقل به به هاد الغرزة ولكن هادي نخليه بحال هاكا يعني ذاك الفارع وهنا نخليه مرخوف هنا في الواسط ديال الخدمة ماشي في الجوانب يعني غفل الواسط نكمل الخدمة ديالي عادي هندير الدقة ديالتو لاحظوا معي مزيان هنا في الطقة ديالتو مباشرة هنجل هنا لهذا الخيط اللي عندي هنا هادي نتبتو بغرزة وفي نص الوقت كنفتح العوينة الموالية اللي عندي رتحت هادي نناخذ هاد الغرزة يعني دلعوينة بالواسط هادي نخدم الغرزة الاخيرة عادي هندير الدقة ديالتو كما تشوفو دبا مباشرة هندير الخيط دائري في هذه الاتجاه وانجل هنا هذا الفارغ وانجمع هنا خدمة ديالي بالغرزة الاولى وانكرر نص الشيء ندير الغرزة الثانية اشتو وانجمع هنا في هذه العوينة سنضيف غرزة ولكن لاحظوا مزيان لانجمع الخيط مرخوف في الواسط كما قلت لكم يعني يبقى هاد الخيط باين سنزيد تابع العوينة ثانية عندي هنا تحت حسنا وانجمع ندير بدقة ثوب اشتو دبا مرخوف بعد نخدم هاد العوينة الأولى هنا وانجمع بالغرزة كذلك اللي عندي هنا في الواسط بغرزة مباشرة انجمع هنا الأخير العوينة عندي فوق نكون هنا يعني هذا الفراغ في هذا العوينة سنقوم بطقة عادي نفس الشيء كما تستطيع في الحبة الأولى يعني الغرزة نأتي في الجانب هنا جنب الغرزة ونقوم بطقة هنا كذلك مباشرة من هنا نقوم بطقة الفراغ نقوم بطقة الفراغ ونربط كلها بطقة ونزيد الغرزة الثانية الموالية ونقوم بطقة ونقوم بطقة عادي مباشرة من هنا نقوم بطقة الفراغ كما ترون بعوينة ونقوم بطقة ونقوم بطقة الفراغ ونقوم بطقة الثانية ونقوم بطقة الفراغ هذه الخدمة التي سبقها قدرتها معكم بزرعة المرات شهدة الروزة يعني اللي ما تمكنش منها دابة ومفهمهاش يرجع الفيديوهات السابقة ديالها غادي ندير غرزة هنا نفس الشيء في الجانب كما كتشوفو غادي ندير غرزة احداها غادي ندير طقة ديالتو بعادي ونبقى غادي بحال هكا كنخدم يعني المسافة اللي بغيت بهذا الزواقة يعني أنا غادي نقسمو يعني هاد الزواقات بزواقة في الواسط بيناتهم ويعدا تبعوا معايا بشتفهموا يعني هاد الخدمة دابة أنا نبقى مستعمر بحال هكا كنخدم يعني هاد الشبيكة ديال الروزة يعني سنوصل لعدد اللي كان في الموديل ديال الصورة ونرجع معاكم باش نكملوا الخدمة ديالنا كما كتشوفو بعد ما كنوصل اللي هنايا يعني كنخدم هنايا ستا ديال الروزات وعندي هنايا ستا ديال الروزات وهنايا بحالة غادي نديرو السابعة يعني تبعوا معي هذا بمزيان هنا غادي ندير العوينة عادي وهنا سنسد الخدمة في الجهة الفوق بالجينة يعني الروزة ديالي مائلة كما في الأول في البداية ديال الرشمة دابة نكمل هنا عادي يعني ما نخدمش الروزة اللي كان نخدم هنا عادي نخدم الغراز نخدم الغراز ما نقوم به بعد نخدم في هذه الرغزة اللي كانت لي هواواواواواواوا سنسديتها هنا يعني سوف يسدينا الخدمة بالغراز بالثاني هنا يوجد 1-3-4-5-6 روزات الخدمة تأتي مائلة من هنا كل روزات يوجد 7 روزات ثم نكمل خدمة عادية لذلك تمرت 1-4 روزات يوجد 1-5-6 روزات من المسافة لذلك تأتي موالية ثقافة ثقافة وكما تريد ثقافة ثقافة الثقافة الموالية يعني معزولة بين السامبل من الجوانب يعني ديال هاد الروزة اللي خدمنا في الأول بعد نستمر بحلاكة نخدم السامبل ونرجع معكم كما تشوفون بعد ما خدمت لنا يعني هاد المسافة ديال السامبل يعني هاد تحسبوا دائما الدقات اللي عندكم هنا يعني عندي سبعة دقات من بعد هاد اللعوينة الاخيرة يعني دائما نحسبو هنا يعني بس بقوج مشيه بنفس العادات لابا انا طالع داباف الخدمة ديالي خدمت ثلاثة ديال الغرز يعني بقاتل الغرزة الاخيرة كما كتشوفو هنا هنجي هنا هنحسب يعني ماشي هاد الغرز اللي لاسقين في التوب يعني هاد الصف اللي تحتمنو هشتو هنحسب هنحسب الغرزة الاولى الغرزة الثانية الغرزة الثالثة الغرزة الغرزة الرابعة ها هي هشتوها هنحسب الغرزة الرابعة هندخل بحلاكة يعني الخيث هنقلب الإبرة يعني اللي عوينة ديالها ونعمر يعني هاد الخيث بالحبيك هنعمره بالحبيك تل آخر يعني تعمر مزيان هنهج هنحسب هنحسب هنجبه يعني اللي بقات لي الاخيرة هنايا هنخدمها بهذا الشكل هندير دقاء دير توب عادي لاحظوا مزعاية مزيان هنايا يعني الغرزة الاولى اللي غناخد هناخدها من هذا الحبيك اللي كنت درت هناخد اخر حبك كما كتشوفوا عندي هنا فهذا الخيط هناخدها بغرزة الاولى يعني هنكمل دباء الخدمة ديالي عادي يعني هاد الغرز السامبل ثلاثة ندير دقاء دير توب ثلاثة هنخدم الغرزة الاولى هنخدم كذلك الغرزة ثانية هنحسب هنحسب هنا في هاد الغرزة اللي واقفة هنا عند اخر غرزة نحسب اربعة ديال الغرز هنجيني هنا نفس الشيء اللي درت في الاول ثلاثة 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 خدم الغرزة الأولى هي باينة الغرزة الثانية هي هنا في الحبيك باستوى الزواء يعني كل حبكة لدينا في كل الساطر ونكمل الخدمة عادي نكمل باقي الغرز عادي الزواء يعطي نفس المنحنة يعني نفس الاتجاه نعمل الغرزة الأولى كما ترون نفس الشيء نحسب أربعة الغرزة عندي هنا نحبك الغرزة والخيط بالعين للإبرة يعني الجهة الماضية لا تساعدكم نقلب الإبرة لكي نحبكه بكل بساطة بكل سهولة بالفعل يعني كنعمره الغرزة للحبكة يعني كناطة الأخير للخيط كنظر كي يجل هكذا المايالا هنا وهنا سنكمل الخدمة كما قلت لكم هذا نطلع كنخدم الغرز الباقية هذه الخدمة التي سبق لي قدرتها معكم ديال الراندا بحبيك اه ترواضي كنت خدمتها معكم بالالوان كنت خدمتها معكم يعني بالالوان موحادة الفيديوهات متوفرين في القناة بالنسبة لي يبغى يتعرف على هذه التقنية وهالطريقة ويتمكن منها مزيان يشوف الفيديوهات التي نزلتها سابقا فكرة خاصة بالمعلم الزوهير هانسوما نأخذ هنا الغرزة كذلك من هذه الحبكة ونأخذ هنا اخر غرزة عندي بقعت لي أفضلها عادي أفضل هكذا سنفصل على تقنية التوب سنفصل على الخيط الأخر والخيط الأخرى من المعرفة سنحسب هنا 4 غرزة كما ترى 1 أو 3 هذه هي الرابعة سنقضعها كمال غرزة أخرى هذا سنقوم بعمر حوال الخيط لا تتغير المرخوف قبل لا تبدأ بعمر ويأتي أطول الخيط دائما يشاء بنفس الزيار الخيوط سوف نحبك نكمل الخيط الآخر ونخرج الخدمة الخدمة نكمل الخدمة عادي نأخذ هنا الغرزة الأولى نأخذ الغرزة الثانية نأخذ الغرزة الثالثة ونخدم الغرزة الرابعة سأخذ الزواق بالوسط سأخذ الغرزة سأخذ الغرزة نخدم نفس العدد الذي بدأت هنا في البداية هما سأخذ الغرزة الخطة سأخذ الغرزة ثم سأخذ الغرزة فضل ثم لذلك نستطيع الغرزة ولذلك الغرزة الشهده هذا نستعمر عادي كنخدم الخدمة نحن نخدم هذا الربعة نفس العادات كما قلت لكم نفس المسافة سامبل نفس الشيء سنكمل الخدمة نفس العادات سنبدأ الخدمة كما قلت لكم سنكمل الخدمة بهذه الطريقة وبهذه التقنية التي شرحت لكم كما ترى هذا هو الشكل الموديل اليوم وهذه الطريقة كما ترى وصلنا نهاية الفيديو نتمنى الشرح يكون الفهم والطريقة كذلك تكون الفهمة تكونوا استفدوا معنا بهذا العمل اذا أعجبكم لا تنسوا تدعموا بالجام وبالبارتاج فضلا وليس أمرا وتشتركوا في القناة بالنسبة الناس الذين يستفدوا منا وتفرجوا ولا يشتركوا ولا يقوموا بالجام نتمنى لا يبدو تشجيعنا الاستمرارية وعلى بدل المجهودات أكثر وبتوفق ان شاء الله للجامي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة